اشتركوا في القناة 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 بالفيشة القدامية ديك او الجزء اللي بيوصل الكهرباء الدوار دوك فاحنا هنحاول نصلحه هو طبعا جماعنا شايفين كده هنقص الهيتر ده عشان نشوف بقية المكنة المكوى الشغالة دولك طرفين بتوعه الهيتر اللي هو العصيراميك دي طرفين بتوعه عبارة عن ملف بتقاس بالاوم اهو شغاله يا جماع 216 اوم يعني الطرف ده الهيتر ده الحمد لله سليم طبعا عايزين نتأكد المكنة فيها حاجة تاني ولا لا واللي هو الموضوع هنتعن لك طبعا ده برضو فيها ملف وهنقص برضو الطرفين بتوعه بعد معرفتهم اهم الطرفين دولك اللي هنقص برضو على البردة اهمك متوصلين على التوازي مع مدخل الكهرباء اهو يا جماع اهو يا جماع اهو يا جماع اهو يا جماع هنقصه برضو كأوم طرفين بتوع الملف بتاع الهيتر اللي تأسليمة جماعة 317 او 15 يبقى كده السخنات سليمة هاي السخنات يا جماعة تحت الجزء المعدني ده الملفات بتاعته او الهيتر او الهيتر اللي تحت ده جماعة سليمة سليمة كده يبقى العطل كله يا جماعة فين كده المكوى لحد الوقت الهيتر بتاعها سليمة يبقى كده غالبا هيكون ايه الاول هنغير السلك ده ممكن يكون وان شاء الله ما يكونش في حاجة تاني انه ممكن كده تكون البوردة البوردة دي فيها حاجة مشغالة هتأكدنا بس من الهيتر هنرجع كده يا جماعة هنركبها وبعدين هنشتغل في الكابل دوك طبعا الكابل نضيف البوردة نضيفها مش بن عليها فاق حرق ولا حاجة فغالبا ان شاء الله هتكون سليمة هنحط يا جماعة حتة السلاميك ده اللي هي الهيتر في مكانها في المجرى بتاعتها ونحط كمان البوردة بتاعتها ونقفل عليها زي ما احنا شايفين كده اهو اهي وهنحط كده ونربط المصمرين تاني طبعا انا اعملها كده يا جماعة بالتفصيل لان فيه ناس بتطلب مني ازاي نوصلها والاطراف ازاي يعني الاطراف بتاعتها عايزين يعرفوها ويعرفوا توصيلها ان ساعات هم بتتقطع منهم فانا مدي تفاصيل شوية زيادة عشان لو حد مقطوعة يعني عنده مكوة اتقطعت اسلاكها او اطرافها يعرفها اهو كده زي ما احنا شايفين نرجحها تاني ونربطها بالمصمرين بتوحة كده تمام العطل كله يا جماعة هنا بقى في السلك وطبعا باينة الحتة المتنية ده يا جماعة اخر الفيشة هي باينة اللي هي غالبا هيكون فيها الايه القاطعة اي نعم مش باينة انها مطوع بس فيها كسر والكسر ده هي باينة ان هي تعرضت مثلا للي هي تقطع يعني باو تقطع يعني حصل لها اي حاجة او قفلة حصلت فيها قصناها كده يا جماعة من بعد الحتة اللي هي ضربة دي وهنقص الايه الجاك ده عشان نحاول ننظر السلك من الداخل ونلحم فيه الجوز التاني من الفيشة اهو كده يا جماعة قصناها كده وخرجنا وخرجنا السلك منها من الخارج اهو وعرينا السلك عشان نلحمه فيه بالسلك التاني اهو كده يا جماعة عري ونتأكد كمان منه ان هو سليم ان الجزء ده متوصل بالجزء الجاك القداماني دوك ولا يكون فيه قفلة جوه او فاصل عشان من منعملش العملية دي او اللحمه تطلع في الاخر فاصلة اهو يا جماعة نقيس كده اهو اهو سليم يا جماعة نقيس الطرف التاني طبعا كل ده بالبازر بالأفوميتر سليم يبقى الجزء ده سليم كده والسلك ده واصل للجاك من قدام فضل لنا حاجة تانية شوف السلك ده هل السلك ده برضو سليم ولا لأ احسن احتمال يكون السلك برضو فيه قفلة تانية او فاصل من حتة تانية اهو كده اهو يا جماعة كده ونعري السلك اهو كده يا جماعة ونعري السلك الاطراف بتاعته و نشوفه برضو كمان سليم ولا لأ اهو يا جماعة كده نقيسه برضو بالبازر عشان ما نقومش بعملية اللحام وفي الاخر يطلع هو كمان بايز او فيه جزء تاني بايز سليم كده يا جماعة نشوف الطرف التاني سليم يبقى كده الكابل ده يا جماعة سليم مية مية ونوصله بقى بكل واحد على حسب لونه وحتى لو عكسنا مش هتفرق اهو كده يا جماعة هنوصل كده الاطراف بضاء بعض وان شاء الله ونلحمها كل ده يا جماعة انا مش عارف هل فيه اعطان تاني ولا لا لا تكون البوردة بايزة وما تشتغلش معانا بتاعت المكو احنا دلوقت هنوصل الكهربا بعد من نلحم السلك دوك اهو كده يا جماعة وهنقوم بحاجة يعني حتك مهمة يعني احنا هنلحم السلك كمان يا جماعة مش مجرد ان احنا نوصله كده الزيادة برضو في التفاكيد ونجيب بلاستر او شريك لحام ونعزلهم عن بعض عندنا شيرينج ماشي بس طبعا اللي في كل بيت او في كل حتة او سهل الحصول عليه شيريت اللحم دوك لان مش كل واحد يعرف ايه يحصل او مش متوفر في كل مكان الشيرينج هنقوم بعزله كده يا جماعة الطرفين عن بعض او وهنعمل الجزء التاني طبعا ممكن الفيديو ده بطيء شوية وده لسبب لان اللي بيحاول يصلح المكان ده المكوى دي بيبقى ناس عاديين عايزين يعرفوا كل تفصيله عشان يعرفوا يعملوا الحاجة مش مجرد يعني اللقطات كده بسرعة فده للناس غير المحترفين عشان يعرفوا يقدروا يعرفوا التفاصيل واطراف الاسلاك مثلا تبقى سهلة عليهم زي ما احنا شايفين كده هنرجع الفيشة تاني او الجاك ده الجاك الباور الجاك الباور الدوار اثناء تدويره طبعا بيلمس طبعا الحتة اللي تقطعت دي يا جماعة يعني غالبا بيكون منها العطلة لان طبعا بيستخدم المكوى دي وبنلويها وبنلفها كتير هنرجع كده كل حاجة مكانها والسوستها يا جماعة لها المجرى بتاعتها ونرجع اهو نرجع نركب الترفين تالي وده الغطاء يا جماعة اللي هيغطي على الجاك ونربطه بالمصمرين بتوعه وهدي السوستة ونقفل بقى التانية الجزء التاني عليها والسوستة دي زي ما قلت يا جماعة هي اللي بتسمح ببرد الجزئين دولة واثناء ما احنا بنعملهم لقدام عشان نتطبقوا على بعض بعد كده السوستة دي بتقوم بفردها للخارج دي وظيفتها السوستة دي هندوس كده يا جماعة احنا مسكين ودايسين عشان نعرف ندخل المصمر البلاستيك دوك في المجرى بتاعته يعني ده يعتبر بتاع المفصلة دي ونجيب المصمر ونروح ربطينها ربطينها في الأكس بتاع المصمر عشان ايه الجزئين يلتحموا بعض ونجيب الغطة اللي هناك ده بالضغط كده يا جماعة هيدخلوا الجزئين اللي فيه في الجزئين اللي تحت ويتم وضعوهم في مكانهم وما يبانش ان هي مثلا ايه فيها مصامير او فيها مكان يتفتح فيه الحمد لله هنشوف كده بقى جماعة ونجرب اهو الحمد لله جماعة كده نورت بده نورت السريا الميت وضيك كده اشتغلت نجرب باعك كهرباء واسبكوا معاها وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتغلت اشتغلت اشتغلت